بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالخاطر الحسينية السابقة تكلمت لكم عن موقف الهفاف وكيف جسد هذا المناصر العظيم لإمامه المصلح الإلهي أبي عبد الله الحسين عليه السلام القاعدة الإلهية والنبوية وهي أن الإنسان يجب أن يبقى مستمرا على إيمانه وطاعتي وإخلاصه للمصلح بعد استشهادي كما كان مخلصا مطيعا مؤمنا بالمصلح في حياتي اليوم رح نتكلم عن موقف آخر هو أيضا من روائع مواقفي أصحابي وأنصاري الإمامي المصلحي الإلهي أبي عبد الله الحسين صلى الله عليه وسلم لكن حقيقة الموقف اليوم إلى نكهة خاصة هذا الموقف رح جيكم يا إلى نكهة خاصة ليش إلى نكهة خاصة؟ إن هذا الموقف رح يدلينا رح يرشدنا إلى أنهم أنصار الإمام الحسين عليه السلام لو قيض لهم أن يعودوا إلى الحياة لو قيض لهم أن يعودوا إلى الحياة مرة أخرى ماذا كانوا سيفعلون؟ هذا ما سيخبرنا به سويد بن عمر بن أبي مطاع سويد بن عمر بن أبي مطاع كما تقول الروايات بقي آخر شخص مع شخص آخر مع الإمام الحسين عليه السلام يعني كل معسكر الإمام الحسين عليه السلام قد استشهد أمامه أمام ناظرين وإذا كانت الروايات تقول لنا أنه آخر من بقي مع الإمام الحسين صلواته ربي وسلامه عليه هو الضحاك المشرقي فنعرف أنه سويد كان مع الضحاك مع الإمام الحسين عليه السلام طبعا أن تشوف وهاي يعني شايفيها وسامعين بيها أنه مرات من إنسان يبقى آخر إنسان وشوف هاي الناس كلها تتذبح تتذبح أمامه جوزي صار عنده شوية ارتداد جوزي فر جوزي فر فرويد يقول يقول بداخل النفس البشرية هناك غريستين غريستين يصارعا فيما بينهن يصارعا فيما بينهن غريزة الحياة وغريزة الموت يصارعا دائما فيما بينهن والغلبة تكون لغريزة الحياة يعني الإنسان كل ما يقربه من الموت كل ما شنو يشبز بالحياة هذه قاعدتك فرويد ما تشتغل يم سويد ما تشتغل يم سويد يم سويد اشتغلت وين هذي كانت وين كانت أنت الضحاك المشرقي الذي ترك الإمام الحسين عليه السلام بعد أن بقي الإمام حسين عليه السلام وحيدا وبقي معه الضحاك الضحاك ترك الإمام الحسين المصلح الإلهي وراح ليش؟ لأن الضحاك المشرقي كان ينظر للموت والحياة بمعنى المادي لأن الضحاك المشرقي كانت قد غلبته نفس الأموار بالسوء لأن أهداف الضحاك المشرقي في الحياة والموت كانت تختلف تماما عن أهداف أنصار الإمام الحسين عليه السلام كانت أهدافها مادية بحتة كانت تغلب شهواته ومصالحه وتفكيره بالمال والأيال والجاه لذلك رحل ورحل أما سويد فقد كان ينظر للموت والحياة بمعناهم الحقيقي كان سويد شي يشوف يشوف الموت مع المصلح فداء للمصلح إيمانا بالمصلح ثباتا على المبادئ مع المصلح الموت هو الحياة الحقيقية وإين استشد هو التكامل الحقيقي وإن استشد وكان يرى الحياة بعيدا عن المصلح بعيدا عن مبادئ المصلح وعن معسكر الإصلاح هي الموت وإن عاش مرفها وإن عاش بين أهله وعياله لذلك سويد كان يرى الموت والحياة بمعناهم الحقيقي فاستأذن الإمام الحسين صلواته ربي وسلامه عليه المصلح الإلهي واستأذنه ليبرز إلى معسكر الفساد معسكر عمر بن سعد والطاغية يزيد ليقاتلهم قاتل سويد أذخن بالجراح تمزق جسده بالجراح نزف نزف كبير وقع مغميا عليه لم يستشهد لحد الآن وقع مغميا عليه لكن من كسر الجراح والدماء اللي ملأت وجهه وجسده ما استبانه هو مات له لا أغميا عليه فقد الوعي تماما بحيث إنهم لما جوي وسلبة وسيفة ما قدروا يميزون طعا سقط بين الشهداء ما قدروا يميزون هل هو يعني بين الشهداء والقتل قتل المعسكر المعادي وبين الشهداء ومعسكر الإصلاح ما قدروا يميزون هو حي لهو ميت لكن مكان لا يزال حيا ما يزال في داخل نفس لكن هاي الأغماء لم تستمر قعد سويد شوكت قعد قعد لما نسمع صيحات قتل الحسين قتل الحسين الله أكبر استعاد وعيا سويد زين بهاي اللحظات شي سوي شي سوي سويد سويد بهاي اللحظات إنسان وترجع للحياة شاف الموت بعينه دراسات علمية تقول تقول إنه أكثر اللي يشبثون بالحياة الشبثون بيدها بيدوا مسنونهم اللي يزمون بيها تمسكون بيها يعظون عليها بالنواجد أكثر المتمسكين بالحياة والمتشبثين بالحياة والعايدون الموت أو الناجونة من حوادث انتحار من حوادث سيارات أو أي حادثة اللي يرجعون يترجع لهم الحياة أو اللي ينجون من الموت بعجوبة يتمسكون جدا بالحياة هنا ماذا سوى سويد هنا راح يدلينا على موقف لو صار لأنصار إمام الحسين عليه السلام لستشهدوا كلهم كانوا فعلوا نفس الموقف ماذا سوى سويد طبعا شاف انه المصلح استشهد ولان يقدر يقدر يتعذر لان هو مصاب ونزف من دم من دم كثير يعني ما بي حال يوقف على رجلية فضل عن انه قاتل نزف طبيا منهق خلص خلص ما يقدر معذور شرعيا يقدر يلقى لعذر القنان معذور انا وقفته المصلح الى انتهيت وقعت وفقدت وعي بعد شنو اللي اقدر اصويه الان المصلح استشهد المصلح استشهد شنو اقدر انا يقدمه زين دور على سلاحه سلاحه ماكو سلبة سلاحه هم عذر يقدر ياخذه لكن سويد لا دور بخفة كان يخفي سكينه مدية سحب المدية وقاتل بيها قاتل بيها رغم كل الدماء اللي نزفها الى انستشهد جسد وطبق القاعدة الالهية بقي ثابتا مدافعا مطيعا مخلصا للمصلح بعد استشهادي كما كان في حياتي صحيح هي كان السكينة اللي شايلها وسكينة ومدية اللي كان شايلها سويد لكن هذا السلاح الظاهري اللي نشوفه لكن سلاح الحقيقي اللي قاتل بيه سلاح الحقيقي اللي هجم بيه الى ان استشهد هو ايمانه بالمصلح ومبادئ المصلح وثباته والتزامة بالقاعدة الالهية لذلك استحق سويد ومن معه من انصار امام الحسين عليه السلام ان يخلدهم الله سبحانه وتعالى وان يخلدهم المعصوم عندما نقرأ زيارة الزيارة لامام الحسين عليه السلام ونسلم على امام الحسين عليه السلام ونقول السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك واناخت برحلك نعم هي تلك الارواح سويد ومن معه في معسكر المصلح الالهي الامام الابي عبد الله الحسين عليه السلام الذين يعني اعطوا لنا مواقف عظيمة تبين عظمت تلك الارواح كأي ارواح كان يحملوها بين جنبيهم واي جذوة عشق وايمان واخلاص وثبات على طاعة المصلح اي اخلاص هذا اي اخلاص والله العظيم اخوتي اخواتي لو درست هذه المواقف لو درست للامة الاسلامية جيلا بعد جيل جيلا بعد جيل والقي الضوء على تجلياتها وابعادها الحقيقية هل كان سيبقى صهيون قذر والله لم يكن يبقى صهيون قذر ينتهك مقدساتنا ويقتل اهلنا لا مو بس هاي مو بقى فقط ما يبقى صهيون قذر بل ما يبقى مطبع قذر ما يبقى مطبع قذر يطبل ويطبع مع الاحتلال الاسرائيلي فلنستعيد تلك القيم ولنستلهم تلك الارواح تلك الارواح التي ذابت وفنت في روح الامام المصلح الالهي ابي عبد الله الحسين عليه السلام هل لو ذابت ارواحنا كما ذابت هذه الارواح لو ذابت ارواح الامة هل سيبقى فساد او ظلم او ذل كلا والله يجب ان تعلم الامة تلك المواقف وتستمع الامة الى اقوالهم والى مواقفهم ليصدق فيها قوله تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسن بما لا يبشرهم الله لأنهم هم أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أولئك هم الفائزون حقا لأنهم طبقوا وجسدوا القاعدة الإلهية فكانوا نعم العون والناصر والمطيع والمخلص والمؤمن والثابت القدم على منهج الإصلاح مع المصلح شهيدا كان أم حيا فالسلام على سويد بما طبق وجسد من القاعدة الإلهية في معسكر الإصلاح وناصر المصلح شهيدا وحيا السلام عليه يوم مولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة